خدت بالك أن اقلت لك إيه؟ الإنساني أولاً صدقني أنه مصر مش عاملة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علشان تبقى مجرد عنوان مصر مش عاملة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علشان تبقى ملف موجود لأ مصر بتتحرك جوه هذا الملف من قبل إصدار الاستراتيجية دي كان فيه مبادرة مكافحة فيروسي كان فيه مبادرة للكشف المبكر على ثراطان السادي كان فيه مبادرة بتاعت 100 مليون صحة السؤال يعني ايه حقوق حقوق الإنسان الكلمة يقولك ايه حق الإنسان ايه هي حقوق الإنسان هي كل ما هو بديهي لأجل معيشة وحياة الإنسان كل ما هو أساسي لأجل معيشة وحياة الإنسان أساسي وبديهي طيب ايه الأساس والبديهة في الموضوع أمنوا وسكنوا أدي أول حاجة طيب مصر بتشتغل على هذا الموضوع تحديدا المسكن الآمن الكريم بقالها قد ايه المبادرة تم إصدارها من شهر تقريبا أو يزيد لكن مصر بتشتغل على تاني أول حق طبيعي للإنسان أن يعيش يسكن في مكان كريم آمن بقالها سبع سنين بتشتغل على ده اللي احنا بنعرفه باسم إيه ملف العشوائيات طيب وطاني حاجة بعد المسكن المأكل والمشرب يبقى مصر كريم بتشتغل فعلا بقالها سبع سنين على إيه فكرين حضراتكم البداية بتاعة كروت العيش وبطاقات التموين يبقى المسكن الآمن والمأكل والمشرب هي مش دي بديهيات وأساسيات لحقوق الإنسان طيب ثلاثة علشان يبقى في حق للإنسان أنه يبقى إنسان فاعل وصالح مفترض أنه يحصل إيه صحته هو في إنسان فاعل وصالح صحته وفيستك فاتعملت مبادرة 100 مليون صح وكشف مبكر على سلطان السدي ومصر خليم من فيروس سي ومكافحة الأنمية ومكافحة التقزم العشرات من المبادرات الصحية وكلها دون استثناء واحد مجانية صح في حد في حضراتكم راح عمل الكشف ودفع مليم لو ليه جار واحد يا أخي جار لا سابع جار على رأي اسم الممثلية الممثلية قول لأن الحقيقة هي مجانة مصر بدأت تشتغل على إنه بتنزل عربيات تتجول فيه الأحياء والشوارع والمراكز والقرى والنجوع والكفور علشان مسألة حقك 100 مليون صح اللي مكتوبة قدام حضراتك الله ينور حلو؟ الله ينور والله لقاطني نديم على طول فده على سبيل المثال طب إيه تاني حقك في التعليم فمصر افتتحت مدارس جديدة ودخلت أمام جديدة من التعليم وبتطور فيه فيه حاجات تعجبك وفيه حاجات ما تعجبكش ويرد لاحنا ملايكة ولاحنا عايشين جوا الجنة إنما نحن ساعين إحنا بنسعى هل وقفنا مكاننا واكتفينا بالموقف كما هو؟ ولا غيرنا وطورنا لنا ولا أنت ولا كلنا كنا نتصور إن عيالنا هتقعد في المدارس تستلم تابلت وتذكر عليه وتمتحن لنا ولا أنت ولا أي حد فينا اللي هو الجيل بتاعنا ده بتاع السبعينيات كان هي اللي تولدنا في السبعينيات يعني وبالتأكيد بقى أهلنا يعني اللي أكبر مننا ربنا يدي الصحة للجميع ويرحم من توفى عليها أفضل رحمة ونور يا رب للجميع وده أنا تصور إن ده هيحصل لعيالنا يعني إنه بقى فيه تعليم تكنولوجيا في حاجة اسمها بنك المعارفة ونعمل ونساوي هل دي أحسن حاجة في الدنيا؟ لا هل لسه هنعمل أحسن من كده؟ إن شاء الله إن شاء الله بس إحنا لازم نساعد بعضنا بالمناسبة وهكذا يعني فيه أكتر من حاجة بص أنا كنت بقولك على سبيل مثال إحنا كنا بنتكلم على الملف الاقتصادي أنا في السريع يونس والله ما هطول لأن إحنا عايزين نتكلم فعلا على حاجة حلوة متعلقة بوزارة الثقافة ودي برضو هنعرج عليها وفيه عندنا خبر راطيف جدا هنتكلم فيه إحنا بنتكلم الناس كلها بتتكلم على الأسعار زادت أيها الأسعار زادت أيها الأسعار زادت حد يقدر ينكر أن يبقى كذبين الأسعار زادت في إيدي وفي إيدك لا لا الأسعار زادت ليه؟ ارتفاع الطاقة على مستوى العالم فيه فلوت هيجي إليك كلكم بتقولوا كده في البرامج أصلا هو ده الواقع ده مش كلامي بالمناسبة يعني ده ده الواقع البترول بقى بـ 84 دولار البرميل 84 دولار ونص وهيخبط 85 حلو كده؟ تمام لما الطاقة تزيد إيه اللي بيحصل هو أي شيء في الدنيا مرتبط بالطاقة الطاقة زادت يبقى أنا مش هعرف أدور مصنع العلف أو هدفع من هدفع تمن البنزين أو السولار أو المزوت أو الغاز أكتر عشان المصنع بتع العلف يشتغل علشان ترمبة المية اللي بتروي الأرض تشتغل علشان مصنع السماد يشتغل علشان الحيوانات تاكل وتشرب وتسمن فنتضحة وتاكل لحمة والفراخ تبيض وتتضحة وتاكل فراخ وتعرف تشغل المكينات والأليات بتاعتك عشان تحصد الزرع ما هو كل ده طاقة وفي الآخر خلص ده هيتحط على العربيات عشان تتنقل طاقة وتروح تتحط في تلاجات فالتلاجات عشان تشتغل طاقة هو ليه ليه على سبيل المثال أصدقائنا وأشقائنا في الخليج ما شاء الله ما شاء الله ربنا كتب لهم ثروة كبيرة بأمر الله سبحانه وتعالى ربنا يديم النعمة على الكل الثروة كبيرة لأنه الطاقة مطلوبة فالطاقة المطلوبة دي سعرها غالي فالناس ما شاء الله عندها ثروة تحت الأرض فبيطلعوها وبتتباع وبيكسبوه ما شاء الله ما ليه يعني هي لو الطاقة رخيصة كانت الناس دي جابت الفلوس إزاي لو ما فيش عليها إقبال كانت الناس دي جابت الفلوس إزاي ما هو صناعة وإنتاج يساوي طاقة هي العامل الاقتصادي الأول والأهم أنا عايزك تفكر ما فيش طاقة في حاجة اسمها إنتاج لا الدنيا ضلمت يبقى الدنيا ضلمت شكرا مش تعرف تمشي في الشارع مش هتدور العربية مش هتتفرج على التلفزيون مش هتطبع كتاب ولا جورنال طاقة زادت أي حاجة في الدنيا هتزيد أهم معامل من عوامل الإنتاج حضرتك تروح تاخد أول كتاب بيدرسوه طلبة كلية التجارة في سنة أولى مبادئ علم الاقتصاد أول عوامل الإنتاج طاقة زائد مواد خام طاقة زادت يبقى تكلفة استخراج المادة الخام زادت تصنيع المادة الخام زادت نقل المادة الخام زادت إيه لأخي إيه لأخي فالمصنعات إيه لأخيره دي اسمها السلسلة chain طاقة اسمها إيه؟ سلاسل الإمداد أي supply chain كده الجماعة بتوع الجماعة الأمريكية عارفه والجماعة بتوع الجماعات الناس الغلبة اللي زي أنا عارفه الطاقة زادت كل حاجة زادت أمريكا على سبيل المثال نقول عليها أكبر اقتصاد على مستوى العالم حضرتك عارف ليك أمريكا أكبر اقتصاد على مستوى العالم ولا لأ؟ عشان دي اسمها اقتصاد الدولة القارة يعني إيه اقتصاد الدولة القارة؟ دولة القارة دي فيها المناطق المتجمدة قارصة شتاء مرعب يا خبر أبيض ده اللي في الشمال مناطق أكثر اعتدالا تحتها بشوية مناطق تصل إلى درجة حرارة زي مثلا فلوريد على كده على سبيل المثال وشواطئ مياه الحاجة تتحبوها دي كاليفورنيا بالأحية التحار فيه في الغرب مناطق صحراوية فهي فيها كل الأجواء كل المناخات وبالتالي فيها تقريبا كل المحاصيل أمر الله دولة واخدى لوحدها تقريبا قارة الجزء الشمالي جدا خدته كندا الجزء الجنوبي جدا واخداء المكسيك في النص الدولة القارة دي اسمها الولايات المتحدة الأمريكية التحاد فدرالي من 52 ولاية فعندهم اقتصاد الدولة القارة فيها كل حاجة ففي الاقتصاد يسموها ايه اقتصاد الوفرة كل شيء موجود اي شيء بيتزرع موجود اي شيء بيتربى موجود كل المناخات موجودة الدولة القارة دي اقتصاد الوفرة ده اللي ما بيخلصش خلاها اقتصاد أكبر ليه فيه تقريبا 320 مليون وطن عايشين في الدولة دي فطول الوقت بيحصل ايه انتاج واستهلاك انتاج واستهلاك فحتى ان انغلقت على نفسها يصبح الاقتصاد الامريكي ده قوي ده معناها انه ما يبوزش يا عم يوسف لا يبوز فتشهد الولايات المتحدة الامريكية اكبر ازمة تضخم من 30 سنة يعني حتى الازمة الاقتصادية بتاعت 2008 الشهيرة اللي عصفت بكبريات المؤسسات والشركات الاقتصادية في امريكا والستريت ده اللي هو شارع المال والاعمال وقف فلست الناس بتنزل من شركات البورصة والبنوك مشين في الشارع معهمش اللضة محللين مليين كانوا بيكسبوا ايه الترلالة ممكن كده خلص تخيل انه التضخم اللي حصل دلوقتي اعلى من معدلات التضخم اللي حصلت في 2008 يعني الاعلى من سنة 1991 مش بس كده ده متوسط دخل الفرد نفسه الدخل الشخصي نزل يعني الدخل الشخصي نزل والتضخم زاد امريكا بس امريكا وتقريبا كل دول الاتحاد الاوروبي لأ هي مش تقريبا هي كلها تحاد الاوروبي يمكن الازمة بتاعته اقل من حيث القيمة الزمنية يعني هو بيشهد ازمة هي الاكبر من 13 سنة والسلام عليكم لحد كده في عمنا قصود ايه فتيجي تقولي انت عاوز مصر بالمناسبة الصين فيها ازمة اخواتنا في الخليج عندهم ازمة اخواتنا في افريقيا عندهم ازمة مفيش بلاد مفيهاش ازمة مفيش قرة مفيهاش ازمة انت انت في مصر تحديدا عندك ازمة او طبعا احنا مش حطين غميات على عينينا واتحك عليه لا خالص دا الواقع هنعدي باذن الله سبحانه وتعالى هنعدي طيب هنعدي ليه يا عم يوسف هنروح للفاصل بس هنعدي ليه يا عم يوسف هنعدي اولا علشان انت خدت مجموعة من الاجراءات اللي بنسميها الاجراءات الحماقية حطت دروع كده قدامك وما كانش حد بالمناسبة عارف ان فيه كورونا خالص لكن انت حطت دروع قدامك تعمل ايه ليه حطت الدروع اللي قدامك دي ليه عملت تعويم ليه بدأت انك تستصلح اراضي زراعية اكتر ليه قررت انك انت تعمل اكتفاق ذاتي من محاصيل ليه قررت انك تعمل اكتفاق اصغرتي اذاتي من بعض المواد الغذائية زي اللحوم الدواجن الاسماك ليه ليه عشان انت مرت بمرحلة صعبة جدا ثورتين البلد فيها كانت على البيض الاحتياط النقل الاستراتيجي بتاعك بيخلص البلد ما فيهاش انتاج استثمارات بتخرج برا البلد فهنا بقى كانت القيادة السياسية وعية جدا على انه انا لازم احمي اقتصاد البلد دي قدر الله حربه ولا ما حصلش مش عشان لو حصل كورونا ولا ما حصلش لأ علشان داللي كان المفروض يحصل طول الوقت طول الوقت خمسين ستين سنة فاته كان لازم تفضل طول الوقت بتشتغل على كده تحمي اقتصادك اللي منه بتحمي بيه المجتمع بتاعك هذا الشعب فتعاملت اجراءات حماقية كتير عملت ايه قللت الخبطة قللت الخبطة هل مش هنتخبط لا اتخبطنا بس قال لنا زي ما كنت بقولك كده احنا عملنا معدل نمو ويصل الى خمسة وستة ومن عشر جات الكورونا وكانت توقعتنا ان احنا نوصل للخمسة وستة ومن عشر دي برضو في العام المالي اللي فات بس جات الكورونا هبادتنا اتنين في المية التحت فبقلنا تلاتة وستة ومن عشر ده معانا ان انا اتخبطته طيب انا عندي حساب لمعدلات نمو مبنية على الموازنة بتاعتي طيب يا جماعة ده هو البترول كان بكام ده البترول كان باربعين دولار قلنا لا ده ممكن يزيد فهيبقى بستين دي التقارير اللي في العالم بتقول لو زاد هيبقى ستين هب لقنا البترول بقى باربعة وثمانين ونص اعمل ايه اقول بس كده انا عندي المظلة الحمائية بتاعتي اللي انا خدتها هتحميني شوي هيتسبب ده في غلاء الاسعار شوي ايوة على سلعة او اتنين او تلاتة او عشرة ايوة للأبد لأ قول واضح لأ لأ ليه لأن هيحصل تعافي اقتصادي على مستوى العالمي من ناحية ومن ناحية تانية انت كمان بتجني ثمرها جتين الاصلاحات الاقتصادية اللي انت عملتها وبتجني ثمرت انك حطيت درعة يحول دون زي كده التفجيرات لك الموجة اللي ارتدى داي يحول دون هذه الموجات اللي ارتدى داي ناس ما عجباش قالك هو الدولة ليه منزلها منافس وطنية ومنافس امان ما تسيبوا الناس الناس نيالك انت بتروح رفع سعر السكر لعشرين جنيه لو حضراتكم تفتكروا من خمس ست سنين كده فلولا المنافس بتاعت وطنية وامان ما كناش هلاقي لا زيت ولا سكر ولا رز ولا ديولو واللي عاوز يلاقي هيروح للرجل بتاع البقال العناصية ولا السوبر ماركت اللي في اول الشارع يزبط معا يربط معاه على حاجة وتحط فلوس مقدم ويقولك يجيب لك بقى ازاستين زيت ولا كارتون زي ما يطلع بقى تاني هتستمر هي مش هتستمر ان شاء الله سبحانه وتعالى لا مش هتستمر